بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 3 Simple Stresses لازمنا بنأكد على انه باختلاف نوع الحمل يختلف نوع الإجهاد النوع الإجهاد اللي بعد كده اسمه Bending Stress وده بينشأ لما يكون عندي بار بالشكل ده كده وعلي حمل من هنا بينشأ عندي Moment طبعاً المومنت قمته بتساوي قيمة الفورس اللي هي البي دي في طول البار واللي يكون مثلاً L المومنت هنا هو اللي بيسبب البندينج سترس أيضاً ممكن ده احنا بنسميه Cantilever ممكن هو عن طريق Simple Supported Beam يكون متسبت من الأطراف وعلي حمل في المنتصف بيتولد ردود أفعال بالشكل ده عندي في الجهتين ده طبعاً بيؤدي إلى حدوث البندينج سترس اللي هو بنسميه إجهاد الإنحناء قيمة إجهاد الإنحناء أولاً بنربز ليه بالرمز Sigma Bending وقيمته بتساوي المومنت قيمة المومنت ده في Y حيث Y هي المسافة اللي أنا بجيب عندها السترس يعني أفتردت أن أنا هجيب هنا يبقى المسافة دي كده اسمها Y لكن طبعاً أنا معني بالأطراف هنا لأن أقصى سترس بيحصل هنا وبيحصل هنا هنا لما الجزء ده يميل بالشكل ده كده أو ينحني بالشكل ده الأجزاء دي حصل فيها Tension والأجزاء السفلية حصل فيها Compression أقصى قيمة عند الجزء ده في التنشن وأقصى قيمة في الكمبريشن عند الجزء ده حشان كده أنا دايماً ببقى معني بقيمة Y اللي هي تجيب للسرس عند الأطراف أو الأسطح الخارجي مقسوماً على I اللي هو بيمثل المومنت فإنرشا وده طبعاً بالنسبة للمقطع الدائري بيساوي I بتساوي B على 64 دي أس أربعة ده طبعاً بالنسبة للمقطع E الدائري النوع اللي بعد كده من الإجهاد بسميه Torsional Stress وده بينشئ إمتى؟ لما بيكون عندي عمود بالشكل ده كده عليه Torque التورك دهوت على طول بيسبب Torsional Stress يبقى المومنت بيسبب Bending Stress والتورك بيسبب Torsional Stress Torsional Stress هو أحد أنواع الشير وبرمزله برضو بالرمز Tau قيمته بتساوي قيمة التورك ضرب R برضو هنا نفس الكلام هلاحظ أن الستريس عندي هنا هو أقصى على المحيط خاصة إنه الجزء ده Cross-sectional area بتاعته دائرية هلاقي إن الستريس أقصى عند المحيط وبيوصل عند الزيرو هنا في المركز وقيمته طبعا R هنا أنا ببقى معني بنصف القطر ده على أساس إنه أنا جيب الستريس عند أقصى المنطقة هنا الجيه هنا بيمثل Polar Moment of Inertia أو عزم القصور القطبي للمساحة وده قيمته بتساوي بالنسبة للمقطع الدائري اللي هو قطر D باي على 32D أس أربعة ده اللي هو التورشنال استريس وبكده نكون أنهينا الشابتر ثري ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم شكرا للمشاهدة